السلام بنات الغزالات كديري لبس عليكم قاتلنا ان شاء الله تكونوا بخير على خياتكم احوالكم طيبة وامركم ان شاء الله كلها مزيانة اليوم كيفما كتشغل معايا قدي نحضر معاكم واحد الكيك بحجم عائلي مضاق ديال الحامض او لا القارس كل واحد واشنو كيسميه يعني على حسب البلد ديالو كذلك بالكريمة ديال الحامض القارس او لا الليمون كذلك غنحضر معاكم واحد البريو شبحوا شبالي كالجلديدة والعاجين كذلك كيجي مرق وكيجي خفيف بالسف سف كيفما كتشوفوا معايا كيجي مقرمش هاد الوصفات بساطة البنات المكونات ديالهم بسيطة وكذلك ضغية كيوجدو لنا على باركة الله اول حاجة غن بدو بها هي العاجين لان العاجين كي يخد لنا واحد لمدة طويلة باش يختامر ويتضاعف الحاجم ديالو هنا غندي خمسات الكيسان ديال الدقيق 500 قرم ديال الدقيق العبار بكأس العنبة دائما البنات عندي مع القونص ديال الزبدة وعندي هنا جوجدروس ديال التومة ربع كأس ديال الزيت عادية اللي كنطيبوا بها عندي معلقة كبيرة ديال الساندة معلقة صغيرة ديال الملح ومعلقة كبيرة ممسوحة ديال الخميرة حبيبات غادي نضيف هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا الزلافة وغادي نخلطهم باليد ديالي حتى ينساجموا ما كنقولش يعني غادي غنبس بسهم غير شوية لان هاد العاجين يعني السر ديالو ما تيبغيش دليك كيتخلط بسرعة ولكن كيحتاج واحد الوقت باش ادناه يتضاعف لنا الحاجم ديالو يعني الى كنا مزروبين به ضروري نحطوه بشي بلاسة اللي كتكون دافية وكتكون شوية سخونة كنعرفو ده بالبرد هادا كياخد لنا شوية ديال الوقت صافي هنا غادي نجمع بالماء بالنسبة للماء البنات رح تيكون دافي من بعد فاش كنبس بصغير بشوية يعني كنخلطغا شوية بالنسبة للزبدة انا عندي ماشي بحرارة المطبخ اذا غادي تنفعني مني غادي نحط العاجين ديالي في سطح العمل باش اناني ندلكو واحد شوية ما بين ايديها غير تي نساجم لي الدقيق فقط لان كيف ما كتعرفو زلافة ما غاديش نساجم لي فيها مزيان لانها صغيرة دكشي علاش غادي نحطوه في سطح العمل كيف ما كتشوفو معايا يكون ممسوح جيدا صافو غادي نخدم العاجين ديالي بكل ارياحية كيف ما كتشوفو معايا الزبدة مازال ما نساجمت كنبقى كنديو كنجيب فيه بها الطريقة يعني ما كندلكو موالو يعني كنبقى غير كنطالعها بطامع العجين ديالي بها الطريقة هادي كيف ما كتشوفو معايا حتى كننساجم لي العاجين ما كيلطاصقش حاولو ما تكتروش الماء يعني ادي رغي القياس كيف ما شفتو معايا انا ادي العاجين معتامد عندي يعني بنسبة الماء ضغية عرفت لها يعني القياس دياله كذلك السير اللي سيخلي العاجين ما يجيناش معجن وما يجيناش يعني كيف ما نقوله كيلطاصق هو الزبدة دائما لبنات العاجين نضيفو ليه مع القاديل الزبدة انا كنستعملها يوانيا مماشي ديال البواطة لانا كتكون ميدو ما كتر وكتنفعني كتر في العجين يعني كتخليها اعطي يعني الطوع كيف ما تنقوله هنا غدي ندوز باش نحضر الكيك يعني انا سنشارك معاكم اه طريقة ديالي البسيطة كيفاش كننظم موقتي وكننحضر وصفاتي في اقل وقت بالنسبة لكيك غدي نحتاج لبعات ديال البيضات قبصة ديال الملح واحد الكأس عامر مزيان ديال الساندة هاد اللعب الكأس اللبناز هالعبار دياله كيساوي العبار ديال كأس العنبة غدي نحتاج كأس اللارب كيف ما كتشفوه معايا ديال الزيت غدي نطرب اولا البيض والساندة وقبصة ديال الملح تضاعف الحجم ديالهم وولي لنا الخالط ابيض غدي نضيف من بعد الزيت على دفوعات جوش ديال الدفعات تقريبا من بعد غدي نضيف كأس عندي مخلط ما بين الليمون القارس او لا الحامض يعني كل بلد وكيفاش كيسميه مخلط مع الماء يعني نصف كأس حامض ونصف كأس ما جوش خمارات وعندي قشور ديال جوش حامضات صافي هادي هي الطريقة ديال اللي كنخدم بها وهدو هما المكونات ديال هاد الكيك بالنسبة لدقيقة لبناز غدي نحتاج ثلاثة ديال الكيسان بالعبار ديال كأس العنبة غدي نحتاج ثلاثة ديال الكيسان اللي كيكونوا مغربلين صافي كربقة نخلط بهالطريقة حتى كي نساجمني يا الخالط جيدا كيف ما كتشوفوا معايا ضرورة لبنازي ضاعف الحجم ديال البيض وخالط يكون من ساجم مزيلا هنا ياخذي تلمول هادك الشكل اللي كتشوفوا معايا انتم ما تقدروا تديروا اي نوع ديال المول عندكم صافي هنا بديت كنضيف الدقيق على دفعات بشوية بشوية وغادي نضيف جوج ديال الخمارات وغادي نضيف قياس تقريبا ديال واحدة معلقة كبيرة مع مرش مزيلا ديال الخل لان كيف ما كتعرفوا الخل كيعطينا هديك الخفة الكيك ديالنا صافي وغادي نضيف الكمية اللي تبقت ليا ديال الدقيق وانا كنا نحاول ندخل الدقيق يعني في الخالط ديالي غير بشوية بشوية هادي هي الطريقة بالنسبة للمولد هنتو بالزبدار الشيطو بالدقيق اللي عندها المول كيلسق اتبقت دهنو بالزبدار الشيطو بالدقيق وتحطوه في طلاجة واحد لمدة قريبا ديال الخمسة حتى الستة ديال الدقيق كيكون نشفو تيكون هدك الزبدار مع الدقيق يعني يسقوه في المول مزيان بهكدا بني كن نديرو الخالط ديالنا كنصبوه في المول كندخلو الفران ما كيلتاصقش هنا لبنات الفران راح بارد غادي ننخوي او لا نصب او الخالطة ديالي في المول وغا ندخلو الفران عاد غادي نشعلو يعني مني كندخلو الفران كنشعلو كنشعل عليها العافية اللي كتكون من الوسطى ما كتكونش مهيلة وما كتكونش مجهدة بالنسبة لفرن راح بارد ما كانش سخون صافي هنا غادي ندخل الكيك ديالي الفراني طيب وغادي ندوز باش نحضر الحشوة الحشوة احتاجت فلاف الملونة شوية ديال كفتة ديال ديكرومي او لالا دند جوج دروس ديال تومة احتاجت واحد الجزارة محقوقة واحد البصلة كبيرة مشلطة انا هنه هذه الحشوة اعتمدت فيها الجزار وغادي نضيف شوية ديال السيت وغادي نخليه يتشحر اه كيف ما كتشوفو معايا اعتمدت الجزار في هذه الحشوة لان الجزار حكيتو في الحكاكة الرقيقة باش يعطيني هاديك التعليقة اه بالنسبة لهذه الحشوة هادي كيف ما غادي شوفو معايا ما غاديش ندفها بزاف ديال التوابيل يعني غادي تكون واحد الحشوة اللي هي بسيطة ولكن كتجي لدي ديال بنات وبنينا هناك ما اعتمدتو معايا دائما انا كنخلي الحشوة ديالي كالطيب مع الزيت اه والملحة اه جيدا اه حتى كتطيحو كتدبلية ومن بعد عاد كنبداك نضيف المكونات الاخرى هنا ضفت تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال السلسة ديال السوجة ضفت شوية ديال الهريسة اه الحرور اللي ما عندو شي ديال في سودانية او لي ديال البزار ضفت واحد نص معلقة كبيرة صغيرة عفوا نص معلقة صغيرة ديال بابريكا وضفت معلقة صغيرة عامرة ديال العطرية ديال الشاورمة ديال الجيش هدو هما المكونات اللي ضفت التوابيل فقط كيف ما كنعرفو اه العطرية ديال الشاورمة ديال الجيش كتكون اه كيكون كتير فيها اه سكينجبير اذا كشي على ما ضفتوش السلسة كداليك حارة اذا كشي لاش ما ضفتوش الابزار اه صافي يعني هما هدو غادي نبقى كنتو كنجيب كيف ما كتشيفو معايا الحشوة كنجي معلقة كيشي عنده واحد اللون دهبي غادي نطفع لها وغنخليها تبرد وغادي ندوز دابا باش نحضر السلسة اللي غادي نسخي بها لكيك ديالي اللي هي ديال الحامض او لا القارس او لا الليمون يعني كيبقى على حسب البلد درت نصف كأس ما بين العصير ديال الحامضة والماء نصف كأس درت مع القادية النشاء ومع القادية الساندة خلطتهم بارد في بارد من بعد كيف ما شفتوا معايا شعلت البوطة ديالي وغادي نبدا تنخلط حتى كي نساجم مع يعني المكونات قلال ضغية كي نساجمونينا هنا الخالط ديالي بقي سخون حطيته فوق سطح العمل وغادي نضيف عليه نصف كأس ديال الحليب اللي تيكون بارد من تلاجة وكان بقى تنخلط ليمن اوليسر كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنحصل على واحد صلصة اللي كتكون من ساجمة وكتكون ماشي خاطرة وماشي جارية يعني كتجينا في النصف هدي هي الطريقة هنا غادي ندوز باش نزيين الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كي يجي خفيف بزف بزف صافي وغادي نخليه حتى يبرد على خاطر خاطره وغادي ندوز العجين يعني هنا غادي ندوز باش نحضر الفطائر ديالي اه حتى هما باش يطيبوا ويبردوا باش يجيوني يعني المكونات كاملة نكون خدمت في اقل وقت وبانتظام هنا من بعد فاش بردات ليا الحشوة مزيين ضفت لها او لازلت لها شوية ديال الفروماج محكوك اي نوع كتفضله العجين كيف ما كتشوفوا معايا راه نختامر ونساجم مع بعضياته وغادي نحاول نحيده من زلافه غادي نحطه فوق سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نقسم العجين ديالي على جوش هنا بغيتوا تديروا غير العجين على شكل واحد بيتديروه على شكل خبزة او لخبيزة تقريصة ديباكت بيتديروه على شكل يعني دائرة بغيتوا تديروه على شكل قلب كي بقى لكم الاختيار البنات وكل واحدة وعلى حسب الوقت المتوفر عندها وكذلك على حسب يعني ذاك الروتين ديالها يعني شكل اللي ما حضرتش لعائلتها هنا يكن نضيف شوية ديالنشاة قريبا حتى جيت واحد لمعالقة كبيرة ديالنشاة اللي كفاتني في العجين وشطلية ما زلت قريبا المعالقة صغيرة كفاتني سوفي كنتوقف حل ما هكذا على شكل تيكون ديال مستاطل قريب شوية المربع ماشي مستاطل مستاطل ولكن قريب شوية المربع كنخليه شوية البنات ارقاق يعني ما تنخليش غلط وما تنخليش متوسط يعني تيكون شوية ارقاق لانني بغيت هاد الفطائر هادو يجوني ارقاق ويجوني مقرمشين يعني بني كنت ناكل الحشوية تبقى في المادقة ديالها تبقى يعني بهذه الكتافة يعني كثيرة وكذلك العجين يجيني خفيف الاكل ويجيني امره هنا تناخد القطاعه ديالبيزا وهدي نحاول ندير هاد الاشريطة هادو بهالطريقة هادي كنبقى كنرجع الشارط لي بليب انه غلط كنعاود نرقو صافي وكنجمع بهالطريقة وكنحاول انني نسد من جناب كما كتشوفوا معايا العجين راه رقيق شوية ماشي غلط وماشي متوسط يعني رقيق على المتوسط صافي هادي هي الطريقة وغادي ناخد العجين ديالي ما تخافوش منه البنات تقريبا انا هنا يعني شاركت معاكم بزاف ديال الوصفات ديال الفطائر يعني غير انتو ما كتشكدوهم كيف ما بغيتو يعني مكونات مختالفة يعني بلدة مختالفة ولكن دائما كان شاركوه معاكم بانهما كيلتسكوش لنا نهائيا في سطح العمل غير جربوهم البنات يعني بنسبة لي اول مرة راها غادي نجح معاك ما كيلتسكوش كنحن نهزوهم بطريقة لي بسيطة كذلك شاركت معاكم جوجة انواع ديال العجين ديال البيتزا كيف ما شوتهم معايا كنناخدهم وكنحطهم فوق يعني في الطاوة يعني بهذاك الورق ديال المطبخ ما كيتغيرش للشكل ديالهم ولا الحشوة ديالهم هنا كندهنهم جيدا بلو بيد وتزيين كيبقى اختياري واحد الباقيطة كيف ما كتشوفوا معايا زينتها بالبافو زنجلان البيض والاخرى زينتها بالزرع كيف ما كتشوفوا معايا بالزريعات ديال نور الشمس البيضاء والكحلاء صافي هادو بنسبة الفران دخلت لي ما لبنات كيكون سخون حيط الكيك ديالي طفيت العافية من الفوق خليت غير من التحت ودخلت الفطائر اولا لباقيط طابو يعني هذه هي الطريقة باش كنطيبهم دائما البنات لبتو دخلوا العاجين ديال ديال الفطائر دائما يكون الفران سخون ويكون على درجة حرارة مرتافعة يعني اما تكون طيبنا الخوبز او لفح الماكة كنسبقو شي كيك المهم تيكون سخون او لا تنشعلوه من قبل العكس ديال كيك ندخلوها لبنات على فران اللي تيكون بارد وتيكون هادو هما الوصفة ديالي انتمنى ان شاء الله يعجبوكم ينالوا الاعجاب ديالكم راهم كيف مشوتوا معايا ابساط بزاف ما فيهمش مقونات كثيرة ما فيهمش مقادر كثيرة يعني يكفي اذاك شي اللي عندي في البيت نقضي به ونوجد واحد الغضاء او اللعشة او لا جود ديال مهم اقتراح يمكن لكم تحضروه في اي وقت انتو ما بغيتو يعني كيجي سهل وكيجي بسيط وكن بدلو ذاك الروتين كيف ما تنعرفو جميع ديال الطاجين وديال القاملة يعني ديال المرق بصفة عامة وهذا هو الاقتراحة اليومة اللي اعجبتكم القناة وعجبكم الاقتراح ما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس كذلك تخليوا لي التعليق وتقولوا لي اش من مدينة منين متبعيني بالنسبة لبنات صحاباتي يعني اللي متبعين لمنهار الاول وبناتنا صداقة طيبة سأر بغي نقول لكم شكرا لكم بزاق على التعليق ديركم الجميلة وعلى التحفيز اللي كتخليوا لي في قناتي او لا في حسابي على الانستغرام اشتركوا في القناة